اطيب تحياتي ولان وسهلا بكم لا زال يتكرر السؤال انه شو لح يأثر الذكاء الاصطناعي على مهنة البرمجة والتصميم طبعا اكيد سمعته الكثير من الاجوبة مني او من اي قنوات اخرى عن هذا الموضوع اليوم بدي اسأل تشالجي بيتي نفسه ماذا يجب ان اتعلم حتى اني اصبح مبرمج فرونت انت او باك انت بحيث انه نعطي مسار طبعا انا مالح اعتمد تماما على الجواب لح حاول قدر الامكان اني اشرح هذا الجواب ونشوف شو ممكن يلي نعملو خلينا نتقل الكمبيوتر بداية هذا الفيديو برعاية اكاديمية حسوب الي بتابعني بيعرف انه كان الي عدة تجارب ناجحة مع اكاديمية حسوب وخاصة بدورات البرمجة بالفيديو الحالي بما انه لح نحكي عن الفرونت اند فلازم نوه لدورة تطوير واجهات المستخدم من اكاديمية حسوب هاي الدورة يلي بتحتوي اكتر من 66 ساعة فيديو ما بحاجة اي خبرة مسبقة لحتى انك تبدأ بهذه الدورة رح نتعلم بهاي الدورة اساسيات للفرونت اند يلي هين الهتش تيميل والسي اس اس والجافا سكريبت رح يكون في اضافات بالتأكيد للبوتستراب رح بتشوفوا كيف رح نحكي كمان عن الجيت هاب وكيف نعمل تحميل للملفات على الانترنت بحيث انك تشاركها مع الزبائن وبالتأكيد كيف يكون الموقع responsive متجاوب مع الموبايل ولو حابين تتوسعوا اكتر بالجافا سكريبت في دورة خاصة بتطوير التطبيقات باستخدام لغة جافا سكريبت اما لو مهتمين بالباك اند ففي دورة لغة PHP يلي بتحتوي 64 ساعة فيديو كمان انت مو بحاجة اي خبرة مسبقة لح تتعلموا بهاي الدورة اساسيات البرمجة بلغة PHP كيف نقدر نتخاطب بين البراوزر والسيرفر ورح يتم الحديث عن MVC model view controller وطبعا اهم فرامورك حاليا للبي اتس بي اللي هي الرافيل كمان لح تتعلموا بهاي الدورة لح تعرفوا كيف نعمل REST API وكيفية التعامل مع قواعد البيانات كيف ننشئ متجر الكتروني تعاون مع الخرائط كيف نحن نعمل تخزين سحابي بامازون كيف ننشئ قوالب ورد بريس لاحظوا هذه الدورة شاملة جدا لكل ما يمكن ان تحتاجه للباك اند طيب لحتى نبدأ لح أقلوا للتشات GPT كيف ننشئ قوالب في 2023 وماذا يجب أن أتعلم ولح نلاحظ انه أعطاني ثماني نقاط لح أحكيهم بشكل سريع ونشرح عنهم بحيث تعرفوا تماما اذا عندي HTML CSS JavaScript Responsive Design Version Controlling CSS Pre-processors لح نبدأ بالHTML عميله انه HTML هي الهيكل العظمي لصفحات الانترنت وكل مبرمج Front End يجب انه يتعلم او يكون عنده فكرة ثابتة عن الHTML النقطة الثانية هي CSS يلي عم يقلي انه هي بتعطي جمالية وشكل جميل للويبسايت إذن مثل ما بقول دائما بجميع فيديوهات تعلم البرمجة لازم تبدأ دائما بالHTML والCSS وعلى فكرة هذا الشيء حتى لو انت ما بدك تعلم البرمجة لو انت بدك تتعلم لGraphic Design التصميم لازم يكون عندك على الأقل فكرة عن HTML والCSS طبعا فقط استطراض ليش من الجميل انك تاخد فكرة عن HTML والCSS لعم تعلم Graphic Design لان لما انت تكون عم تشتغل لزبون وهذا الزبون يطلب منك مثلا بيزنس كارد لوجو فانت من بين الأمور ممكن انك انت تعمل موقع الانترنت موقع الانترنت هات ليس بالضرورة انك تعمل الرياضيات الخاصة بموقع الانترنت او الباك اند او كامل الفرونت اند وانما انت لما بتصمم موقع الانترنت على الفوتوشوب او على الفيجما او اي برنامج بالدكية انت قادر تحوله لHTML وCSS هذا الشيء يعني انك انت وسعت مجالك دخلت من مجال Graphic الى مجال البرمجة نوعا ما الHTML وCSS الناس اللي بتتخيلها انه هي شيء كبير جدا هاي لغات توصيفية شو يعني توصيفية؟ يعني نحنا حاليا في الليل وانا بقلك ثلاثة حروف شين ميم سين هاي الحروف ما بتعني اي شيء بالنسبة اليك حاليا ولكن اذا وصلتوا مع بعض بحي عبرولك عن كلمة شمس كلمة شمس انا وياك متفاهمين انه هذه الكلمة تعبر عن قرص لونه اصفر موجود في السماء ويعطي ضوء طيب كيف قدرنا نتفاهم؟ نحنا عنا بروتوكول مسبق اسمه اللغة العربية هذا البرتوكول اتفقنا انه انا لما الفض هذه الاحرف الثلاثة فانت بتفهم علي انه انا اقصد هذا الشيء الموجود في السماء بنفس الطريقة انت بتتفق مع البراوزر عبر لغة HTML انه انا لما الفضلك الحروف الثلاثة الدي والآي والذي اذا ديف فانا بيعني لك قسم من موقع الانترنت هذا القسم شكله معين وقاله خصائص معينة بنفس الطريقة لما اكتب لك كلمة background وحط داش واكتب color وبعدين حط رمز اللون فهذا الشيء بيعني انه انا بدي لون هذا الديف باللون الاحمر مثلا ما في اي رياضيات هون عم بتصير ما في تكرارية ما فيني انا بالHML والCSS اللي انه عطيني عشر ديفات وكل ديف بيحتوي صورة معينة هذا الشيء بيجي لاحقا بالجافا سكريبت وهون بدي ارجع اذكر بدورة تطوير واجهات المستخدم من اكاديمية حاسوب هاي الدورة لح تتعلموا فيها الHTML والCSS بشكل اساسي اكيد لح تتعلموا الجافا سكريبت ولح تصمموا صفحة شخصية بنهاية المسار ومتل ما ذكرت انه انا بنصح على الاقل ببرنامج Graphic واحد فانا نصحت بالفوتوشوب بهاي الدورة لح تتعلموا كيف تحولوا ملفات الفوتوشوب الى صفحات ويب الى HTML والCSS طبعا باستخدام Bootstrap 5 اللي هي النسخة الاخيرة من Bootstrap وطبعا اثناء الدورة لح تحصلوا دائما على ارشادات من المدربين لح تقدروا تطرحوا اسئلتكم ويجابوكن عليها ولح يكون في ارشادات وتوجيه لحتى تقدروا تبحثوا عن عمل ولح تعملوا مشاريع حقيقية اثناء الدورة بالنهاية بالتأكيد لح تحصل على شهادة معتمدة من اكاديمية حسب ولا تنسوا بالتأكيد استخدام كوبون الخصم يلي هيخصم 100 دولار لأول 10 طلاب اذا لنرجع نتابع من مسارنا النقطة الثالثة هي جافا سكريبت جافا سكريبت عم يقلنا هي يعني لغة برمجة بطرف العميل أنا العميل اليوزر المستخدم شو الشيء الآخر هو السيرفر جوجل من ألمانيا فالسيرفرات موجودة في أرلندا وفي ألمانيا فهذا السيرفر له لغاته الخاصة لما بنحكي عن الباك انت شو عمي اللي كمان انه جافا سكريبت استخدم لحتي اعمل صفحة انترنت بدي اوضع فيها 10 دفات مثلا فبالتش تيميل انا مضطر اني اكتب الدفات العشرة واكتب محتواهم بالصور بالنصوص بالاصوات بكل شيء بينما بالجافا سكريبت انا ممكن اعمل بحلقة تكرارية فورلوب اعمل تيمبلت معين لديف واحد واقوم بتكراره عشر مرات اكثر من هيك انا قادر اني من خلال زر اني اولد اكثر من ديف يعني خلي اليوزر نفسه انه يولد ديف جديدة او صورة او يغير الصورة او يغير نص معين اذا لاحظوا هذه التفاعلية لا يمكن عملها بالتش تيميل مباشرة وانما نحنا بحاجة جافا سكريبت ولكن هون لازم تفهموا انه الجافا سكريبت لا تستطيع التغيير بشكل دائم يعني انا لما بغير صورة البروفايل مثلا عندي بواسطة الجافا سكريبت هذا الشيء ما بيعني انه هي لح تتغير لما اعمل تحديث للموقع ليش؟ لان عم نشتغل دائما بالكلاينت سايد اما بالسيرفر سايد نحنا بحاجة ارسال التعليمات من جافا سكريبت الى لغة باك اند غالبا بتكون PHP باغلب المواقع ولكن بالتأكيد لغات الاخرى موجودة كمان منكمل عم يقول لي هون الفاليديشن شو الفاليديشن؟ يعني انت لما تعمل كونتاكت فورم مثلا هونذا الكنتاكت فورم انت بدك اليوزر يكتب فيه مثلا فقط ارقام او من حروف معينة الى حروف عدد ادنى عدد اعلى بدك ما يكون الحق الفارغ طبعا بدي نوى هون انه مثلا موضوع الفاليديشن HTML عم تاخد جانب كبير من هذا الفاليديشن بتترك للجافا سكريبت الامور الرياضية والامور البرمجية اللي هون اد انتر اكتر ايلمنس تو ويب بيجوز يعني انت لو بدك تضيف خريطة لجوجل مثل ما عم تشوفوا المثال الحالي فانا لما بدي لما واقف على ديف معين وهذا الديف يشير الى مكان محدد على الخريطة فهذا الشيء بقدر اعمله حصرا بالجافا سكريبت حتى بي اتش بي حتى بايثن ما بتقدر تعمل لهذا الموضوع طيب بعد ما انتهينا من HTML CSS جافا سكريبت عم نتقل للنقطة الرابعة اللي عم يذكر لي فيها منصات ومكتبات جافا سكريبت الاشهر دائما هنه ري اكت انجلر وفيو جي اس ولو انه انجلر خفت شعبيتها كتير حاليا عم يكون فيه اكتر تركيز على الفيو جي اس على الرياكت طبعا الرياكت عم تسيطر بشكل كبير على السوق برأيي انا الشخصي انه الجميع يتجه لرياكت لانه هي اللي عم تكون مسيطرة لانه هي الاسهل للتعلم الاسهل للتطويع والاستخدام لحتلاقي كتير مصادر سواء للتعلم او لاصلاح الاخطاء او مكتبات جاهزة لرياكت موجودة انك تتعلمها وهون بدي نوه لدورة تطوير التطبيقات باستخدام لغة جافا سكريبت من اكاديمية حسوب هاي الدورة اللي هتبدأ معكم من الصفر تماما ومو بحاجة لأي خبرات سابقة لحتتعلموا بهاي الدورة جافا سكريبت ونوت جي اس وبالتأكيد لحتتعلموا الرياكت اللي عم نحكي عنا هذا الشيء بتشوفوه اذا بتستعرضوا مسارات الدورة لح بتلاحظوا ان الدورة بتبدأ معكم من اساسيات لغة جافا سكريبت لحتتفهموا ابسط المفاهيم بعدين لحتتعلموا رياكت جي اس اللي لحتتقدروا تبنوا فيها مواقع انترونيت بالفرونت انت طبعا وحتى يكتمل المشروع لابد انه تتعلموا نوت جي اس لحتى يكون عنكم الباك انت طبعا حتى يكون المشروع متكامل لحتتعلموا رياكت ناتف لحتقدروا تعملوا تطبيقات للموبايل ولحتاخدوا مثال هو تطبيق شبيه بتطبيق واتساق الجميل بالموضوع هو نيكست جي اس فريمورك اللي هي فريمورك تم بنائها على رياكت وهي ابسط بكثير من رياكت ولو انت مهتم بانك تعمل ديسكتوب أبليكيشن فلابد انك تتعلم الالكترون جي اس يلي هي كمان مبنية على لغة جافا سكريب ولحتى تقدروا تتعاملوا مع الاي بي اي لابد استخدام الايونيك او لغراف كيو ال ولا تنسوا بالتأكيد استخدام رابط الكوبون الخاص بالقناة يلي اللي حيعطيكم خصم مئة دولار لأول عشر طلاب طيب بس لنشرح فكرة للناس يلي ما بتعرف شو هي الرياكت او شو هي الفريمورك خط تجميع السيارات انت لما بدك تصنع سيارة فبالنهاية انت ما بتصنع كافة الاجزاء يعني ما بتصنع البرغي ما بتصنع انت المرأة وانما انت بتاخد هذه الاجزاء اللي موجودة اصلا جاهزة وهي الاجزاء انت بتركبها مع بعض بتوافقية معينة هذا الشيء بتعمله ري اكت ري اكت بتجهز لك اولا بيئة امنة للعمل ليس امنة يعني خالية من الفيروسات امنة بقصد بتأمن لك البروتوكولات اتصال صحيح مع السيرفر ثانيا ري اكت عم تستخدم ويباك هذا الشيء بيعني انك انت قادر تصدر ملفاتك جميعها بحجم صغير جدا يعني حتى لو انت استخدمت بوتستراب بالسي اس اس او جافا سكريبت استخدمت تيلويند اي مكتبة اخرى انت عم تستخدمها بالنهاية اللي عم يتصدر هو ملف واحد ملف جافا سكريبت واحد فقط وملف سي اس اس واحد فقط عدا عن ذلك واللي انا بعتبره هو الميزة الاكبر بري اكت انه لحتى تفهم جافا سكريبت كيف تعمل جافا سكريبت هي تتلعب بما يسمى بالدم دوم هو document object model يلي هو بالنسبة انه نحنا كمستخدمين بسيطين هي صفحة الانترنت نفسها اما بالنسبة لمبرمج فالدم هو هيكلية الموقع كما يراها جافا سكريبت يشوف انه نحنا في عنا اتش تيميل بعدين في عنا بادي في عنا هاد ري اكت تقوم بنسخ هذا الدوم وعمل دوم افتراضي هذا الدوم الافتراضي سريع جدا انت لما تقوم بالتعديل ري اكت بتقوم بالتعديل على هذا الدوم الافتراضي وبعدين بترسل كافة التعديلات الاخرى الى الدوم الحقيقي وبتقوم بالتعديل عليه طيب ننتقل للنقطة الخامسة responsive design او موقع الانترنت المتجاوب مع الموبايل ديفايسيز وكيف انك تعمل صفحات الانترنت تظهر بشكل مختلف على الشاشات المختلفة هذا موضوع مهم جدا ليش لانه التراسات الحالية الاحصائيات الحالية تبين انه 75 بالمية واكثر من مواقع الانترنت يتم فتحها عبر الموبايل وهذا شيء منطقي لانه كل الناس معها موبايل ولكن ليس كل الناس عنده جهاز ديسكتوب نقصد فيها ليس حجم الشاشة الكبيرة اللي بنشتغل عليه بالشكل المعتاد وانما هذه الاحجام المختلفة ممكن يكون موقع الانترنت بده ينعرض بمول بشاشة مرتفعة هذه الشاشة ممكن تكون على عمود كامل لذلك لازم تعرف دائما انت كيف تظهر موقع الانترنت بطريقة صحيحة باي جهاز وحاليا عم نشوف لسه التعقيدات عم تكون اكثر مثل لما ظهر عنا السامسونج فولد لما عم يكون عندي موقع الانترنت عم يظهر بشكل معين لما الموبايل مطوي وانت لما تفتح الموبايل بيصير في عندي شكل اكبر موقع الانترنت كمان لازم يكون متجاوب مع هذه التغيرات ومرة جديدة بعيد انه هذه الامور سهل جدا تعلمها ما تتخيلوا انه الموضوع انه انا لازم حاليا اتعلم كيف يعمل السامسونج فولد انت تعلمت الاتش تيميل والسي اس اس في عنا واحدة من التعليمات الموجودة بالسي اس اس يلي اسمها الميديا كويري هذه الميديا كويري بتحاول شوف شو قياس الجهازي اللي انت عم تشتغل على اساسه وتقوم بالتجاوب مع هذا القياس طبعا حاليا بالسي اس اس الحديثة يلي نحن من او سي اس اس ثري ولكن اعتقد السي اس اس حاليا وصلت ممكن للرقم خمسة او ستة حاليا في الكثير من التعليمات يلي بتخدم موضوع ريسبونسف وخاصة يلي بيتعلم الفليكس والجريد الجريد افضل وافضل بالسي اس اس جريد انت قادر تغير كامل شكل موقع الانترنت كامل الليئاوت بالسي اس اس بدون الحاجة لانك انت تتلاعب بالاتش تيميل وهذا موضوع مهم جدا لانه غالبا بالمواقع الحديثة لا تكتب الاتش تيميل كاتش تيميل نفسه وانما يتم توليدها من لغات باك اند يعني انت ضمن كود بي اتش بي كامل او كود بايثون او اي كود اخر انت في عندك مقاطع صغيرة من الاتش تيميل هي عم تقوم بتوليدها بشكل ديناميكي لذلك انت ما بدك تتلاعب بهذا الكود وانما بدك تقوم بالتغيير عن طريق السي اس اس طيب النقطة السادسة اللي هي version control واللي هي غالبا ما بتستخدمها الا لما تكون انت عم تشتغل بشركة ليش لانه version control او التحكم بالنسخ خلينا نقول او ادارة النسخ شو بقصد تحديثنا التحديثات يعني انت لما تكون عم تشغل على موقع انترنت وبدك تقوم بتغيير معين بنفس الوقت في شخص اخر بالشركة او بمكان اخر عم يقوم بالتغيير على هذا الموقع ليس اليوزر وانما المبرمج عم نحكي لما انت عم تقوم بالتغيير فشخصين او عشر اشخاص او عدد لا نهاية من الاشخاص قادرين يشتغلوا على نفس موقع الانترنت بنفس الوقت هي اشهر version control system وانا بنصح دائما بتعلمها النقطة السابعة عم يقل لي مثل هذه النقطة السابعة ممكن اني انا نزلها للنقطة الاخيرة ليش لانه انا بعتبر الساس هي ترف برمج يعني السي اس اس الحديثة برجع بقالكم متطورة جدا حاليا حاليا صار فينا ان احنا نستخدم ما يسمى بالvar variables انك انت تعرف لون معين ضمن variable وتستخدم هذا اللون لاحقا في درس خاص لحوضعكم يا بصندوق الوصف عم بحكي فيه عن اهم التحديثات الموجودة بالسي اس اس واحدة منها تعليمة هاز او تعمل تداخل بالتعليمات بتعليمات السي اس اس نخليها للاخير لانه هي ترف برمجي تماما وحارفع بدالها النقطة الثامنة وممكن اني ارفع النقطة الثامنة لتكون السادسة لان من المهم جدا انو نتعلم نحنا البروزر developer tools المقصود فيها هي ادوات المبرمجين الخاصة بكروم ايج فايرفوكس او برا اي متصفح حاليا في developer tools كروم المتطورة اكثر من ناحية المبرمجين فايرفوكس انا بعتبرها متطورة اكثر من ناحية الفرونت اند في اكستنشن خاصة بالرياكت بالفيو بالانجولر ولكن مهم جدا تعرف انك كيف تتابع الاخطاء عن طريق متصفح كروم او كيف انك توقف خطأ او توقف الجافا سكريب وتتابع الجافا سكريب كيف تعرف الفنكشن اين يعمل واين يحصل الخطأ وكيف انك تعالج سرعة الموقع او تعالج اخطاء الموقع كيف تعمل PWA بحيش تجهز موقع الانترنت ليكون قادر للتحميل كابليكيشن على الموبايل طيب لنقطيل اكثر من ذلك لحخلي هذا الفيديو مخصص للفرونت اند وبعدكم بفيديو اخر مخصص للباك اند بحيث انه نسأله تماما شو نتعلم بالباك اند بتمنى ان يكون قدمت لكم صورة واضحة عرفتوا تماما شو بتكون تدرسوا جميع الروابط لح تكون موجودة بصنبوق الوصف بالاضافة لروابط الدورات اللي حكينا عنا من اكاديمية حسوب واكيد لا تنسوا تستخدموا الكوبون بحيث انه تستفيدوا من الخصم بحيث انه اي لغة من هذه اللغات او اي تقنية حابين تتعلموها لح تكون موجود اليها الدرس في صندوق الوصف بالنهاية اذا استفدتم من الفيديو لا تنسوا مشاركة القناة وشاركة الفيديو هذا كل شي لليوم باي باي شكرا للمشاهدة ورحة عزيزة شكرا للمشاهدة موسيقى شكرا للمشاهدة